يقيد تحالف أوبيك بلاس اجتماعنا اليوم لبحث سياسة الانتاجية وسط توقعات بإبقاء إمدادات دول التحالف على حالها. يأتي الاجتماع وسط حالة من الضبابية تكتنف السوق بعد اتفاق دول مجموعة السبع على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا وبدء حظر أوروبي على الواردات النفطية الروسية. وقالت موسكو أنها لن تبيع نفطها وفقا لهذا الحد الأقصى وأنها تجري تحليلا للتوصل إلى رد المناسب. ومنذ أكتوبر الماضي انخفض خام برينت قرب أدنى مستوياته هذا العام بتراجع نسبته 6% مع أجزاء قاتمة يغذيها ارتفاع التضخم والمخاوف من ضعف الطلب نتيجة الانكماش الاقتصادية. من لندن ينضم إلينا الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن التوقعات تقول إلى أن دول تحالف أوبيك بلاس ستبقي اليوم على الإنتاجية كما هي ولن تخفضها كما حصل في أكتوبر الماضي. لماذا؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو هناك حذر وترقب لردود أفعال روسيا تجاه تحديد سقف لأسعار النفط الروسي من جانب دول السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي كيفية تفعيل هذا القرار ومن سيلتزم به وكيفية إيجاد بدائل بمعنى شركات التأمين. هل ستكون هناك شركات صينية وروسية للتأمين على هذه الشهرات. النقطة الثالثة وقد تكون الأهم وهي أنه هناك مؤشرات على ركود اقتصادي في الاتحاد الأوروبي. تراجع في الطلب على النفط في الصين. هناك مستويات تضخم قياسية. هذه تجعل وتؤثر على الطلب على النفط. ولذلك حينما ترى أوبك بلاس هذه العوامل أمامها فأنا أعتقد أنه القرار الأصوب وهي تمديد الاتفاق الذي تم الشهر الماضي. ولكن بالتأكيد منظمة أوبك لديها مراقبة عن كثب للأسواق. ولديها أيضا صلاحية باتخاذ قرارات في اجتماعات استثنائية لو تطلب ذلك. في حال قرر التحالف أوبك بلاس الأبقاء على السياسة الانتاجية كما هي. كيف تتوقع أن تكون الأسعار خاصة في ظل تسقيف سعر النفط الروسي والحضر الأوروبي عليه؟ طبعا خلال أقل من 20 ساعة من حديثنا الآن ستكون هناك الأسواق تفتتح وسنرى تأثيراتها على الأسواق النفطية. صحيح العبرة في أسواق النفطية ليست بلوغ أو التراجع إلى مستويات معينة. هي الفترة التي تسترقها هذه الأسعار بهذا المستوى. فأنا أعتقد قد تكون هناك قفزة في الأسعار ولكن هذا يعتمد على روسيا. هل ستخفض الانتاج النفطي خاصة حينما هناك أسواق بديلة عن الأسواق الأوروبية. ولكن روسيا تمنح تخفيضات سواء في الغاز 25% سواء في النفط 32 دولارا. هذا الذي يجعل ما هي قرار روسيا. ولكن بالتأكيد قرار روسي سيكون قرارا منفردا. لماذا؟ لأنه إن كان الضغط عليه لخفض الانتاج فهذا ليس قرارا روسيا. هذا قرار من جانب دول السعب بفرض هذا السقف. ولذلك لن يكون القرار ضمن قرارات أوبوكي بلاس القادمة. نعم شكرا لك دكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. كنت معنا مباشرة من لندن.